يعني خليني أرجع للقصة اللي ذكرتها الأخت مريم المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وبالحقيقة أنه أحضروها مش على أساس أنه كانت خاطئة ولكن بسبب الحقد على يسوع والكراهية ضد يسوع المسيح واعترضوا الجمهور في منطقة الهيكل وين كان المسيح بعلم وجعلوا من هذه المرأة وقودا لتغذية نيران حقدهم على يسوع المسيح فابتدأوا كأنه بحاموا عن الشريعة وهذا دايما حالة المتدينين مظاهر الأشكال التدين الخارجي دايما بيستخدموا التدين الخارجي للدفاع عن خطايا مميتة مظلمة في حياتهم الداخلية فمن الأسهل أن تتكلم من بالدين من أن تعلن حالتك الداخلية أمام يسوع المسيح لأن كل شيء عريان ومكشوف أمام يعني كلمة الله نور المسيح كمان بيفضح كل ظلم في حياة هؤلاء المتدينين كانوا بيتميزوا بالرياء كانوا ممثلين يعني كأنه بدافعوا عن الشريعة وأنه أنا مثل هذه ترجم طب طالما أنتوا رجال الدين طب روحوا ارجموها أنتوا ليجبتوها ليسوع المسيح ولو قال المسيح ارجموها طبعا بيكون معارض للحكومة الرومانية اللي بتلك الأيام ممنوع منعا باتا حكم الإعدام بدون التصريح من الوالي الروماني شخصيا فطبعا المسيح أجاب بحكمة ورأى قلوب هؤلاء الناس الغلظين اللي تمثلت حياتهم بالرياء المبرقع والعدال العرجاء قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر وفعلا ابتدأ الكل يترك من الكبير إلى الصغير والرب أنصف هذه المرأة بالطريقة الصحيحة بالطريقة الكتابية قال لها اذهبي ولا أنا أدينكي اذهبي ولا تخطئي بعد خلاص ستوب يعني وقفي حياة الخطية يعني عالج الخطية وفضح الظلمة في قلوب هؤلاء المتعطشين إلى الدماء اللي بيحاولوا أنه يجدوا في المرأة عورة لكي يرجموها إذا مش بالحجارة في العيون القاسية والأيادي المجرحة والقلوب القاسية والعدائية والحاقدة ضد المرأة كأنه المرأة سلعة كأنه المرأة بضاعة كأنه المرأة شيء ثانوي ولا ندرك أن الكتاب المقدس من التكوين من الخليقة خلقهما ذكرا وأنثا بنفس المساواة اشتركوا في القناة